ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بقى الفخير واهلا بيكم في فيديو جديد وشأقة جديدة ونهاردة شأقة محتلفة بسم الله ما شاء الله بصوا كده الدخلة نفسها مجهجة جدا اللون الاخضر مع الزرع الاخضر مع الفاصل اللي معمول بالطريقة دي حلو جدا هتونا لايك لفيديو النهاردة ولا اول مرة يشوفنا في القناة يريد تشترك معنا كل الفيديو هتخرجوا منه بفكرة في الدكور في التنظيم في استغلال المساحات دعوا حلوة من قلوبنا على صحاب البيت ربنا هنه وسعدوا مشاقة النهاردة في الشيخ زايد في الخميل تحديدا وبصوا بقى الامر خرفيا نهاردة بصوا بقى الارقنا درجات الجري دايما من الدرجات الحلوة قوي بتليقى على اي دكور على اي دهان على اي اساس ستاير جري الارقنا جري هنا برضو درجات القفايد يعني المدخل كده ليفنج التربس تلفزيون بالمكتاب بتاعتها الخشب جيبسون بورد سيمبل قوي بصوا الجيبسون بورد والاضاءة اللي فيه مع مشاية كده فارو صغنانة وهقول لكم طريقة غسل المشايات دي بزيت اللي هي مساحتها مش كبيرة وهنا الفوتية ده بصوا هنا البساطة والجمال والرقة طبعا مساحت الارقنا كبيرة اللي بيجي نفسه كبير الفاصل ده رائع حلو قوي ألوانه مع الأخضر يعني مبهج جدا وددخلها الشقة وهنا طبعا الصفرة هنرجع لها تاني هندخل هنا بصوا بصوا ده حمام الديوف تفاصيل الحمام اللي الشركة هنا بتعملها رائعة بصوا الرخام واللون الأسود حلو قوي طبعا الشقة تصميم الشركة الهندسية ارت ديزاين اللي دايما بقول عليه مشركة مبدعة روحهم في كل شقة ومع ذلك بتلاقي كل شقة روحها غير التانية معاضلة صعبة يعني بتشوف الشقة بتعرف ان هي ارت ديزاين ومع ذلك بتحسي ان كل شقة فيها ميزة وفيها روح مختلفة عن التاني هنا المطبخ بصوا تقسيمة المطبخ اصطلت الطباق والفرن والميكروي في كل التفاصيل دي ارت دي ارت ديزاين هو اللي بعمل ارت ديزاين بيستلم الشقة من حضرتك على الطوب الأحمر بيعمل مخارا بيعمل أسيس كهرباء نجارة بلاط بورسلين أروات كهربائية مطبخ عفش ديكور ستاير انتيك اكسيزرس كل ده هو اللي بيعملو فسعر المتر بيكون شامل كل ده بفتحه التعاقدات اربع مرات في السنة كل ثلاث شهور وبعد كده بقفل التعاقد مع عدى العميل القديم من حقه يعمل في اي وقت يفتحه له التعاقد فبصوا بقى الجمال كمان ارت ديزاين بيبقى مختص بالعفش يعني بعمل لك قطع دكورية مخصوصة ليكي بمشتري ممارد بس طبعا ان هو هنا بيستغل المساحة فبياخد مساحة الدنيا قوي وزبط لك كل الأشياء زيما تعود هنا البلكونة بصوا حتى البلكونة بيهتم التفاصيلها اه الشقة دي دور ارضي عشان كده فيها جاردن فبصوا بقى الجمال طبعا قاعدة البلكونة والجاردن والتنسيق ده من الحاجات الحلوة قوي البيوت اللي فيها بلكونة كبيرة او فيها جاردن تبقى صراحة التفاصيل فيها مبهجة بصوا هنا القاعدة اللي هو عملها الاضاءة الدكور كل التفاصيل دي رائعة اذا الشقة دي دور ارضي بصوا جمال القاعدة اللي موجودة هنا في البرجولة دي حلوة جدا لكات كتير لفيديو نهاردة وتمحوني على فترة التأثير للفترة اللي فاتت اوعدكو بشكل حلو كتير جدا الفترة دي وشكرا لكل ناس التباني يا ريد بقى تكتبولي في الكومنتات بيتابعوني من اي مكان جوه مصر برا مصر لو جوه مصر من محافظة ايه واكتر الشركات اللي بعرض لها بتعجبكو بصوا الامر يعني القاعدة هنا تحفة ممكن حد يستغل الجاردن بزرع بس لكن انا شخصيا بحب ان الجاردن اكتر فيه زرع بس يبقى فيه الاعداد دي الاعداد بقى حلوة جدا في اللامة يعني فيه ناس بيحطوا زرع كتير كتير جدا بحيس انك مستدر يتعدي في الجاردن لكن الجاردن محتاج ان انا عود واستمتع بالمكان اللي انا فيه خاصة على المساحة الحلوة دي والتفاصيل الامر دي هنطلع بقى فوق نشوفه بقية الشقة الجميل دايما في ارتزاين الجيبسون بورد وبتاعهم سيمبل بلاش يا بنات وانتو بتعملوا جيبسون بورد او انا مكلف جدا اعمل تفاصيل كتير في السقف ولخبطة في السقف مزعجة جدا للعين ومش مريحة وفي نفس الوقت الاولان الكتير في جيبسون بورد الحقيقة متبقاش حلوة حالي هنا انتري تاني او روكنا تانية اهو برضو بلون الجري والسجادة جري فاتح في غامق بصوا الترابزات والابليك والاضاءة البيت ما شاء الله عمر حرفيا اللهم بارك ندخل بقى هنا في الامر الاكتر بقى بصوا الدريسنج بقفول بس شكله حلو قوي دي افقال الناس اللي عاوزت تعمل الدريسنج لكن بزعجة فكرة ان الدولاب يكون مفتوح في ناس وتقدرش تكون في قولة نوم والدولاب بتاعها مفتوح او من غير ببان فدي فكرة حلوة جدا الابواب اللي بالطريقة دي شيك قوي طبعا دي من القودة كده بينا طبعا اللي هي قودة بصوا الجمال قولة ولاد او قودة اطفال بس تعتبر زي القودة المصدر السرير كبير ومساحة القودة حلوة كبيرة هنا تسريحة وتعتبر مكتب الكومود نفسه درجات الجري اللي بظهر السرير تنجيلي السرير حلو جدا فانقودة اللهم بارك حلوة اوي هنا بقى ده حمام تاني بصوا الحمام هنا في بنيو شوفوا التأسيمة التانية الالوان التفاصيل كل قطعة في الشقة حتى الحمام بيهتموا بتفاصيله كل حمام لو الشقة فيها حمامين او تلاتة كل حمام بشكل مختلف ودكور مختلف واكسسرز مختلف شايفين الطابلو كمان في الحمام هنا شايفين الجيبسون بارد والاضاءة كمان الواحدة بتاع الحود طحفة نطحول بقى هنا لطرق السجاد كمان هو اللي بيجيبه النجا في الابالي كل ده ارت ديزاين يعني في ناس كتبولوا على الفيديو اللي فات تشطيب غالي جدا ولسه هتجيبي عافش ودكور لا التشطيب سعر المتر شامل كل ده ده حمام ثالث بصوا على وجود الزلل اخضر وجود الزلل اخضر هنا في الوش كده في الجيبس في الجيبسون بارد البنيو التفاصيل كل حمام طحفة فنية عن التاني طبعا اني مساحة الشقة اللهم بارد كبيرة فمساعدان يعمل حمام بالمساحات دي طبعا الاسرة لما تكون كبيرة وعندي اكتر من حمام طبعا ده بقى حلو جدا فترة الصبح بقى والاستعجال وتوضيب البيت توضيب اسفل الزهب بقى للشغل عن فكرة الشقة دي معاد تشطيبها دي الطرقة اللي بتوضيبقى بقى بقى البيت الاوض والاودة المسطر احنا كنا شوفنا اتنين انتريو شوفنا الصفرة وشوفنا 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 والمطبخ وشوفنا اوضة من اوض الولاد وهنشوف الاوضة المسطر بصوا بقى جمال الاوضة المسطر بتفاصيلها الدرسنج حلوة جدا شايفين بعض الامر الاوضة حلوة قوي يعني القطين مسطر لكن الباقي ريسبشن اتمنى فيديو نهار دا ينال اجب حضركوا تكونوا استفدتم منه ولو بفكرة تشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وشاعة جديدة وفكرة جديدة دعمكم القناة بلايك وكومنت وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدة ومتاع باذن الله اشتركوا في القناة